السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بكم أعزائي طلاب الصف الحادي عشر العلمي والتكنولوجي في درس جديد من دروس الرياضيات الوحدة السادسة الدرس الثاني دائرة الوحدة الجزء الأول سوف نتعلم في هذا الفيديو تعريف دائرة الوحدة تعريف النسب المثلثية للزوايا في دائرة الوحدة إيجاد نسبتي الجيب وجيب التمام لزاوية باستعمال دائرة الوحدة النسب المثلثية عند رسم زاوية بالوضع القياسي يكون ضلع ابتداء الزاوية على المحور X ورأسها في نقطة الأصل وتكون الزاوية موجبة إذا دار ضلع انتهاء الزاوية عكس عقارب الساعة كما في هذه الزاوية وتكون سالبة إذا دار مع عقارب الساعة وقد تعلمت سابقا كيفية إيجاد النسب المثلثية بالاعتماد على النقطة B التي إحداثياتها X و Y وتقع على ضلع انتهاء الزاوية بالوضع القياسي وR هي طول الوتر في المثلث القائم الذي كونته بالاعتماد على هذه النقطة يا ترى ما هي قوانين النسب المثلثية لأي زاوية بالوضع القياسي؟ في صفوف سابقة درست أن ساين ثيتا إيكولز المقابل على الوتر بالاعتماد على المثلث القائم الزاوية أما في هذه المرحلة فقد درست أن ساين ثيتا إيكولز Y over R بالاعتماد على إحداثيات النقطة B التي تقع على ضلع انتهاء الزاوية بالوضع القياسي وعلى طول الوتر R الذي حسبته سابقا باستخدام نظرية في ثغورس وبنفس الطريقة فإن كوساين ثيتا بالاعتماد على المثلث قائم الزاوية إيكولز المجاور على الوتر وبالاعتماد على الوضع القياسي للزاوية والنقطة B فإنه يساوي X over R أما تان ثيتا فإيكولز المقابل على المجاور إيكولز Y over X كوسيكن ثيتا إيكولز الوتر على المقابل وهو مقلوب الساين إذن كوسيكن ثيتا إيكولز R over Y وسيكن ثيتا إيكولز الوتر على المجاور وهو مقلوب كوساين الثيتا أي أنه إيكولز R over X وكوتان ثيتا إيقولز المجاور على المقابل أي أنه مقلوب التان إذن equals X over Y تعريف دائرة الوحدة دائرة الوحدة هي دائرة رسمت في المستوى الإحداثي مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها يساوي وحدة واحدة ولإيجاد معادلتها تذكر أنها دائرة مرت بنقطة الأصل ونصف قطرها R equals 1 وبالتطبيق في معادلة الدائرة المرة بنقطة الأصل X squared plus Y squared equals R squared عوض عن R ب1 لتجد أن معادلة دائرة الوحدة هي X squared plus Y squared equals 1 وستجد أن دائرة الوحدة قطعت المحاور في أربع نقاط حيث قطعت المحور X الاتجاه الموجب في النقطة 1-0 وقطعت المحور Y الاتجاه الموجب في النقطة 0-1 وقطعت محور X الاتجاه السالب في النقطة negative 1-0 وقطعت محور Y الاتجاه السالب في النقطة 0-1 والآن بعد أن تعرفت على دائرة الوحدة هل بإمكانك إيجاد النسب المثلثية الستة لزاوية بالوضع القياسي يتقاطع ضلع انتهائها مع دائرة الوحدة؟ في النقطة B مثلاً التي إحداثياتها بشكل عام X و Y بالاعتماد على مفهوم دائرة الوحدة فإن نصف قطر هذه الدائرة يساوي 1 ولإيجاد الجيب وجيب التمام دعونا نحدد إحداثيات النقطة B على المحاور ستجد أن الإحداث X يقع على المحور X في مكان أقل من 1 وأن الإحداث Y يقع على المحور Y في مكان أقل من 1 أيضاً ولإيجاد النسب المثلثية فإننا نحتاج إلى مثلث قائم الزاوية لذلك قم بإسقاط عامود من النقطة B إلى المحور X هذا العامود طوله القيمة المطلقة للإحداث Y وأما بالنسبة لضلع القائم الآخر فطوله القيمة المطلقة للإحداث X بهذا أصبح لدينا مثلث قائم الزاوية وبالاعتماد على معلوماتك السادقة فإن السين ثيتا التي تساوي المقابل على الوتر تساوي أيضاً Y over R R التي بالاعتماد على دائرة الوحدة كم تساوي؟ أحسنتم أصبحت تساوي 1 لذلك فإن السين ثيتا في دائرة الوحدة equals Y over 1 equals Y وبنفس الطريقة كوساين ثيتا الذي يساوي المجاور على الوتر والذي يساوي أيضاً X over R ولكن بالاعتماد على دائرة الوحدة فإن R equals 1 لذلك فإن كوساين ثيتا equals X over 1 أي أنه يساوي X ويمكن تلخيص ما سبق بأن إحداثيات نقطة تقاطع ضلع انتهاء الزاوية ثيتا مع دائرة الوحدة X و Y هي نفسها كوساين ثيتا ساين ثيتا حيث أن ساين ثيتا هي الإحداثي Y وكوساين ثيتا هو الإحداثي X إيجاد النسب المثلثية باستعمال دائرة الوحدة تعريف النسب المثلثية للزوايا في دائرة الوحدة لتكن النقطة B X Y نقطة تقاطع ضلع انتهاء الزاوية ثيتا مع دائرة الوحدة إذن بالاعتماد على فهمك لدائرة الوحدة فقد استنتجت أخيرا أن ساين ثيتا هو الإحداثي Y وكوساين ثيتا هو الإحداثي X لنقطة تقاطع ضلع انتهاء الزاوية ثيتا مع دائرة الوحدة إذن وباختصار ساين ثيتا equals Y وكوساين ثيتا equals X أما تان ثيتا فهي Y over X بشرط X not equals 0 حيث أن X في المقام أما بالنسبة لكوساين ثيتا التي هي مقلوب ساين الثيتا فقد تعلمت سابقا أنها تساوي R over Y وبما أن R في دائرة الوحدة equals 1 فإن كوساين ثيتا لزاوية يتقاطع ضلع انتهائها مع دائرة الوحدة equals 1 over Y بشرط Y not equals 0 وبنفس الطريقة سيكنت الثيتا التي هي مقلوب كوساين الثيتا تساوي أيضا في دائرة الوحدة 1 over X بشرط X not equals 0 وكوتان الثيتا التي هي مقلوب تان الثيتا تساوي X over Y بشرط Y not equals 0 إذن يمر ضلع انتهاء الثيتا في الوضع القياسي بالنقطة كوساين ثيتا ساين ثيتا الواقعة على دائرة الوحدة ومن المهم جدا عزيزي الطالب أن تدرك إشارات النسبة المثلثية بالاعتماد على الأربع حيث أنك تعلم أن النسبة المثلثية قد تكون موجبة وقد تكون سالبة اعتمادا على الربع الذي انتهى فيه ضلع انتهاء الزاوية لاحظ أن الربع الأول يقع ضمن المحورين X الاتجاه الموجب وY الاتجاه الموجب أي أن في الربع الأول ستكون جميع قيم X greater than zero وجميع قيم Y greater than zero وسنعبر عنها اختصارا بهذا الشكل بوزيتف هنا للدلالة على أن X greater than zero وبما أن كوساين ثيتا equals X فذلك يعني أيضا أن كوساين ثيتا في الربع الأول موجبة وموجب هنا للدلالة على أن Y greater than zero وبما أن ساين ثيتا equals Y فذلك يعني أيضا أن ساين ثيتا في الربع الأول موجبة وبشكل عام لاحظ أن جميع النسبة المثلثية تعتمد على XY وبما أنهما موجبان في الربع الأول فذلك يعني أن جميع النسبة المثلثية في الربع الأول موجبة أما الربع الثاني فهو محصور بين محور X السالب ومحور Y الموجب وللتعبير عنها بسهولة سوف يستخدم هذه الطريقة حيث نيجاتف هنا تدل على أن قيم X في الربع الثاني لسن زيرو وبوزاتف هنا تعني أن قيم Y في الربع الثاني greater than zero والآن عزيز الطالب أي النسب المثلثية تعتمد على الإحداث Y فقط دون X؟ أحسنت ساين ثيتا ومقلوبها كوسيكنت الثيتا وبما أنهما يعتمدان على Y التي هي موجبة في الربع الثاني فبإمكانك أن تعمم أن ساين الزاوية ومقلوبها كوسيكنت الزاوية في الربع الثاني دائما موجب وما عداها من النسب المثلثية سالب وبنفس الطريقة ستلاحظ أن الربع الثالث محصور بين محور X السالب ومحور Y السالب أيضا وللتعبير بسهولة سنستخدم هذه الطريقة نيجاتف هنا للدلالة على أن قيم X في الربع الثالث less than zero ونيجاتف هنا للدلالة على أن قيم Y في الربع الثالث أيضا less than zero لاحظ أن تاني الزاوية ومقلوبها يعتمدان على X و Y وبما أنه في الربع الثالث X و Y سالبان فعند قسمتهما ينتج قيمة موجبة لذلك بإمكانك أن تعمم أنه في الربع الثالث تاني الزاوية ومقلوبها كتاني الزاوية موجبان وما عداها من النسب المثلثية سالب وبنفس الطريقة ستجد أنه في الربع الرابع قيم X greater than zero وقيم Y less than zero وبما أن كوساين الزاوية ومقلوبها يعتمدان على X وفي الربع الرابع قيم X هي الموجبة إذن بإمكاننا أن نعمم أن كوساين الزاوية ومقلوبها سيكانت الزاوية في الربع الرابع موجبان وما عداهما من النسب المثلثية سالب هدفنا الآن إيجاد نسبتي الجيب وجيب التمام لزاوية باستعمال دائرة الوحدة ولتحقيق هذا الهدف لا بد أن تتأكد من تمكنك للمهارات الآتية والتي تعلمتها سابقا المهارة الأولى وهي إيجاد الزوايا المرجعية ولإيجاد الزاوية المرجعية تحتاج إلى تحديد الربع الذي انتهى فيه ضلع انتهاء الزاوية المطلوبة والتي تكون Theta مثلا ومن ثم تحديد القاعدة المناسبة بالاعتماد على مفهوم الزاوية المرجعية والتي هي الزاوية الحادة المحصورة بين ضلع انتهاء الزاوية Theta ومحور X والمهارة الثانية هي إيجاد النسب المثلثية بالاعتماد على المثلثات المرجعية الخاصة لديك المثلث المرجعي القائم 30-60 تأكد دائماً من أن الضلع المقابل للزاوية 30-1 وأن الضلع المقابل للزاوية 60 هو square root of 3 وأن الواتر 2 ولديك أيضاً المثلث المرجعي 45 والذي ضلعي القائمة فيه متساويان ويساويان 1 والواتر square root of 2 المهارة الثالثة هي إيجاد النسبة المثلثية للزاوية بالوضع القياسي والذي ضلع انتهائها يقطع دائرة الوحدة في النقطة cosine theta sine theta مدركاً للإشارات في الأربعة المثال الأول الصفحة الرابعة والسبون A. أوجد كلاً من cosine 2 pi over 3 وسine 2 pi over 3 B. أوجد كلاً من cosine negative 45 degree وسine negative 45 degrees الحل الفرع A المطلوب هو cosine وسine الزاوية 2 pi over 3 ومن المهم جداً لإيجاد أي نسبة مثلثية تحديد الربع الذي تقع فيه الزاوية يا ترى في أي ربع تقع الزاوية 2 pi over 3؟ أحسنت في الربع الثاني إذ أنها محصورة بين pi over 2 و pi ماذا يمكن أن تفعل لتميز ربع الزاوية بسهولة؟ أحسنت يمكن تحويلها إلى التقدير الستيني بالتعويض عن pi by 180 degrees حيث أن 2 pi over 3 equals 120 degrees أي أن هذه الزاوية تقع في الربع الثاني ولكن ما هي أهمية أن تكون الخطوة الأولى هو تحديد الربع الذي يقع فيه ضلع انتهاء الزاوية؟ أحسنت لأن تحديد الربع الزاوية يساعد في إيجاد الزاوية المرجعية ويساعد في تحديد إشارة كل من الجيب وجيب التمام الخطوة الثانية إيجاد الزاوية المرجعية بالاعتماد على الربع الذي يقع فيه ضلع انتهاء الزاوية 2 pi over 3 وبما أنه يقع في الربع الثاني فسوف نستخدم القاعدة theta prime equals pi minus theta وبالتعويض ستجد أن الزاوية المرجعية theta prime equals pi minus 2 pi over 3 وتساوي pi over 3 الخطوة الثالثة وهي تحديد نقطة النهاية للزاوية المرجعية cosine pi over 3 sine pi over 3 وبما أن الزاوية pi over 3 equals 60 degrees بالتقدير الستيني لذلك سوف نلجأ إلى المثلث المرجعي 3060 ومن خلال فهمك للمثلث المرجعي فإن cosine pi over 3 التي هي 60 equals المجاور على الوتر أي أنه يساوي half وسين pi over 3 يساوي المقابل على الوتر أي أنه يساوي square root of 3 over 2 هذه هي إحداثيات نقطة النهاية للزاوية المرجعية الخطوة الرابعة نقطة النهاية للزاوية 2 pi over 3 وهي تحديد إحداثيات نقطة تقاطع ضلع انتهاء الزاوية 2 pi over 3 مع دائرة الوحدة وهذه الخطوة تعتمد على فكرتين أساسيتين الأولى تحديد القيمة العددية للجيب وجيب التمام معتمدا على الزاوية المرجعية الفكرة الثانية تحديد إشارة النسب المثلثية معتمدا على الربع الذي يقع فيه ضلع انتهاء الزاوية فلإيجاد قيمة cosine 2 pi over 3 فإن قيمتها العددية هي half التي هي نفسها cosine الزاوية المرجعية أما بالنسبة للإشارة فسوف نعتمد على الربع وبما أن الزاوية في الربع الثاني فذلك يعني أن x سالبة أي أن cosine الزاوية هنا سالب إذن cosine 2 pi over 3 negative half وبنفس الطريقة لإيجاد sine 2 pi over 3 قيمتها العددية هي square root of 3 over 2 التي هي sine الزاوية المرجعية أما بالنسبة للإشارة فبالاعتماد على الربع بما أن sine في الربع الثاني موجبة إذن sine 2 pi over 3 positive square root of 3 over 2 إذن cosine 2 pi over 3 equals negative half والsine 2 pi over 3 equals square root of 3 over 2 الفرع B المطلوب إيجاد sine و cosine الزاوية negative 45 degrees ما هي الخطوة الأولى؟ أحسنتم تحديد الربع وبما أن الزاوية negative 45 degrees بالتقدير السالب فذلك يعني أنها تقع في الربع الرابع ما هي الخطوة الثانية؟ أحسنتم إيجاد الزاوية المرجعية والتي هي الزاوية الحادة المحصورة بين ضلع انتهاء الزاوية ومحور x والتي تساوي هنا 45 degrees وما هي الخطوة الثالثة؟ أحسنتم إيجاد إحداثيات نقطة النهاية للزاوية المرجعية 45 ولإيجادها سوف نستعين بالمثلث المرجعي 45 ستجد أن cosine 45 هو 1 over square root of 2 ولكن لا بد من انطاق المقام لذلك سنقوم بضرب البسط والمقام بsquare root of 2 لينتج cosine 45 equals square root of 2 over 2 أما بالنسبة لـ sine 45 فهو يساوي cosine 45 أي أنها تساوي square root of 2 over 2 والآن ما هي الخطوة الرابعة؟ أحسنتم نقطة النهاية للزاوية negative 45 ولإتمام هذه الخطوة ستركز على فكرتين القيمة العددية للنسبة وإشارتها فعند إيجاد cosine negative 45 قيمتها العددية هي square root of 2 over 2 التي هي cosine الزاوية المرجعية أما بالنسبة للإشارة فسنعتمد على الربع بما أن cosine في الربع الرابع موجب إذن فإن cosine negative 45 positive square root of 2 over 2 وبنفس الطريقة لإيجاد sine negative 45 قيمتها العددية هي square root of 2 over 2 التي هي sine الزاوية المرجعية أما بالنسبة للإشارة فبالاعتماد على الربع بما أن sine في الربع الرابع negative فذلك يعني أن sine negative 45 هو negative square root of 2 over 2 إذن cosine negative 45 degrees equals square root of 2 over 2 والsine negative 45 degrees equals negative square root of 2 over 2 حاول أن تحل التمرين الأول والصفحة الحادية والثمانون أوجد sine 4 pi over 3 و cosine 4 pi over 3 دون استعمال الآلة الحاسبة عزيز الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك تحقق من صحة الحل إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم نرجو أن تكونوا قد استفدتم منه إلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله تحقق بخير ترجمة نانسي قنقر